وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجرحة الحريقة بمقدر 600 مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة بما يسهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن رئيس السيسي وجه خلال اللقاء بتقديم حزم تحفزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها لارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم لا سيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة لنسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالية وذلك بزيادة عدد البحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهنية على مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن معدل تلقي التطعيمات واللقاحات والمتوفر حاليا من جرعات إضافية من اللقاحات كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وذلك تحت ميزلط مئة مليون صحة وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس بضمان استمرار متما تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن علاج بيروسي من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر وتابع الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثادي وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500 حيث وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه وتم أيضا عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والقطة الزمانية لإدراك باقي المحافظات في المنظومة حيث وجه الرئيس بضمان استدامة تضفقات الماليات الخاصة بالمنظومة كعمل أساسي لنجاحها بالإضافة إلى كفاءة مقدم الخدمة الصحية كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية التكنولوجيا المستقبلية 2050 والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظرا لأهميتها خاصة ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات والعديد من الشركات بكافة مكوناتها واستعرض الرئيس مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية تابعة للوزارة خاصة الأكاديمية الوطنية للرياضيات ومدينة زويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية وتكنولوجية حيث وجه رئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم لطلاب الجدود للالتحقي بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين وقيدنا